بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الظاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فليتأسى متأسن بنبيه وإلا فلا يأمنن الهلكة الله سبحانه وتعالى أمرنا ونهانا ليصلح أمورنا ولتسهيل الأمر علينا جعل لنا القدوات القدوة التي تجسد المعاني الإلهية السامية وأفضل الأسوات التي جسدت جميع الخير والحق هو الرسول والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام حينما الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالصلاة نرى أن القدوة وهو الرسول والأئمة كانوا يصلون بكثرة حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقف للصلاة في الليالي إلى أن تورمت قدماه فنزلت هذه الآية طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى حينما الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالصوم نرى أن الرسول وآله تجسيد عملي للصوم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في طيلة حياته كان يصوم في شهر رجب وشعبان ورمضان في حديث ما معناه أنه لم يترك أمير المؤمنين صوم رجب وشعبان ورمضان منذ أن سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يأمر بها صوم رجب وشعبان مستحب صوم رمضان واجب طبعا في البداية صوم رجب وشعبان أيضا كان واجبا لكن الوجوب نسخ إلى الاستحباب وكذلك في سائر الواجبات في المحرمات عندما الله سبحانه وتعالى يقول لا تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا تشوف الرسول صلى الله عليه وآله والعمة أول من يمتثل نهي الله سبحانه وتعالى وحينما هناك أمر بالأخلاق الفاضلة ونهي عن رذائل الأخلاق فتشوف الرسول وآله هم التجسيد العملي للأخلاق الفاضلة فعندما تشوف هذه القدوات يسهل للإنسان فهم المعنى الصحيح أحيانا الإنسان فكريا لا يلتفت لا يقتنع يحتاج إلى عمل تشوف أنت عندك طفل صغير مثلا عمره سنة سنة ونوص وعندك مدفأة دفاية تقول له حار حار جزء ما يفتهم إذا مره احترق يفتهم ليش؟ لأن الإنسان بطبعة القضايا الفكرية ما يلتفت إلها تقول له الصدق زين الخيانة مو زينة الخيانة إي مو زينة بس لما يتجسد عمليا أمامه إنسان صادق يلتفت إلى حسن الصدق يقتنع به يلتفت عمليا إلى قبح الخيانة فالله من لطفه على العباد حتى هذه المعاني السامية الفكرية لا تكون مجرد أفكار تكون تنفذ في قلب الإنسان عملا خلى الأسوات والقدوات الأنبياء والأئمة والرسول صلى الله عليه وآله على رأسهم في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالتأسي برسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة المنو لمن كان يرجو الله يعني يرجو ثواب الله واليوم الآخر يعني يرجو الثواب في القيامة إذا واحد يرجو الله ويرجو اليوم الآخر يتخذ النبي أسوة فإذا لم يتخذ النبي أسوة لا يكون عنده رجاء في ثواب ولا في لقاء الله بالبشرى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل وفي حديث آخر الداعي بلا عمل كرامي بلا وتر أنت تريد الجنة كل واحد من عندنا يريد الجنة تريد الإبتعاد من النار كل واحد من عندنا يريد الإبتعاد من النار لكن بدون عمل ما يصير الآية الشريفة تقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به أنا أتمنى أن الله لا يعذبني زين تتمنى التزم بأوامر الله التزم بنواه الله والله قد وعد لكن واحد ما يلتزم صلاته لو ما يصليها لو ما خربطها صومه لو ما يصوم لو ما خربط يصوم كذب يكذب نميمة يصنعها غيبة يغتاب أكل المال بالحرام يأكل زين وهكذا وهلهم جرى بعدينهم يريد يكون من أهل الجنة وما يصير هذا الشيء الله عادل صحيح الله رحيم لكنه حكيم أيضا إذا طالب في المدرسة ما درس من اليوم الأول إلى اليوم الأخير إذا باليوم الأخير فشل بالامتحان بس المعلم يعطى العلامة الكافية والكاملة عمل المعلم صحيح لو باطل فعمله مو صحيح الله مو أقل من فد معلم واحد طيل حياته قضى بالمعصية وبمخالفة أوامر الله بعدين الله سبحانه وتعالى يحشر مع رسول الله في الجنة وما يصير هذا العمل قبيح والله سبحانه وتعالى لا يصدر منه القبح الله كريم صحيح الله كريم بس كرم بحكمة هسا آني إنسان كريم وعندي فلوس صحيح أطيله وإذا آني طيت لو أدري أنه يريد يشتري بي الخمر الناس ما يذموني ليش آني ما يصح أن أقول آني كريم وهذا طلب مني الفلوس وآني عملت بمقتضاء كرمي يقولون أنت صحيح كريم بس لازم تكون حكيم برك يكون في مواضعة في الحديث الشريف أصاب الله ببرك مواضعة يعني إذا أنت تسوي هذا عمل زيلا هذا عملك يكون في موردة في محلة تقول الله حكيم إذا واحد ما يستاهل الرحمة الله إذا يرحمه هذا خلاف الحكمة والله سبحانه وتعالى لا يفعل خلاف الحكمة صحيح ما دام أكو مجال للرحمة الله يغفر الله يرحم بس أحيانا بعد ما أكو مجال للرحمة واحد إرهاب يسجنه زي أن ترحمه تطلق صراحة من السجن راح يقتل مرة ثانية ناس وهذه الرحمة صحيحة أنا تعيف من السجن ويروح يقتل الناس مرة ثانية مو صحيحة الرحمة إلها مجال ما دام أكو مجال للرحمة إيه فعلى كل حال أنا ما أعمل الصالحات وأتوقع أن أكون في درجة رسول الله صلى الله عليه وآله ما يصير أتوقع أن أكون من أهل الجنة ما يصير إذا إحنا نحب الرسول وآل الرسول فهذه فضيلة عظيمة لكن لازم نلتزم بلوازمها كلمة الشيعي شنو معناها؟ الشيعي بمعنى التابع نقول شايعه يعني شنو شايعه؟ يعني اتبعه وإن من شيعته لإبراهيم يعني إبراهيم عليه السلام كان تابعا لنوح عليه السلام في تفسير الآية وفي تأويل الآية تابعا لعلي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام إذا أنا أقول أنا شيعي تابع لعلي بن أبي طالب بس عملي عمل معاوية فأني مو تابع لعلي بن أبي طالب لازم يكون عملي عمل علي بن أبي طالب بس مثل ما أقدر أعمل لكن بالمقدار اللي يلتزم بالواجبات وترك المحرمات عبادة علي بن أبي طالب وورعه ما حد من عندنا يقدر على ذلك هو أمير المؤمن إنهم في نهج البلاغة يقول ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهات في حديث شريف الإمام الباقرة أو الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ما معناه يقول إحنا راح يوم القيامة نشفع لكم بس لا تخجلون قدام الناس مثل الإبن يرتكب جريمة يجيبوا للمحكمة وينفضح أمام العالم ووالده يجيب وصائط وكذا وأنه هذا صغير وفلان والمحكمة تعفو عنه زين هذا أبو ما يتخجل قدام العالم صحيح المحكمة عفت عن هذا الإبن اللي ارتكب جريمة أو مخالفة بس مو فضيح الأبو مو خجل أبو إيه صحيح بتركه خلص أنه هذا لأنه قاصر لأنه أول مرة لأنه كذا حسب المادة القانونية الفلان وكذا فلان يتم العفو عنه قل بس خجل أبو الإمام يقول أنتو يوم القيامة ما معناه أنتو يوم القيامة إحنا راح نشفعلكم نخلصكم بس لا تخجلون قدام الناس يقولون هذول شيعة علي ابن أبي طالب فعله كذا وكذا 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 بس علي ابن أبي طالب يجيش فعله ما يخالف قل الشكل هذا ولكن أعينوني ساعدوني أمير المؤمنين يقول ولكن أعينوني بورع واجتهاد ورع يعني ترك المحرمات هو هذا الورع اجتهاد يعني شوية تعب تعب نفسك في طاعات الله سبحانه وتعالى تجتهد يعني تتعب في طاعات الله شوية شوية مو هواية أس شهر رمضان هو حار كهرباء ماكو مثلا شوية أنت تحس بالعطش شوية أصبر مثلا صوم حيا ساعاته تنتهي الآن شهر رمضان صار شهر وأيام منتهي اللي صام صام واللي ما صام ما صام الدنيا هالشكل اللي صلى صلى واللي ما صلى ما صلى يعني كل واحد من عندنا يشوف حياته من اليوم اللي قام يفهم الأمور إلى الآن عشر سنوات عشرين سنة خمسين سنة سبعين سنة كل ما في الحياة من ملذات في الماضي كلها انتهت وكل ما صعوباتهم انتهت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في السجن قال لهارون الرشيد دزل خبار كل يوم ينقضي من شدتي ينقضي من نعمتك أنت في نعمة الآن لما صار باللي لهاي النعمة انتهت وهاي الشدهم انتهت إلى أن نجتمع عند الله سبحانه وتعالى فيأخذ للمظلوم حقه من الظالم فرسول الله أسوى لنا قدوى لنا في كل شيء وأمير المؤمنين مثل ما قلنا يقول وليتأسى متأسن بنبيه يعني كل واحد منكم خليتأسى برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وإلا فلا يأمنن الهلكة ما يكون ضامن أنه يوم القيامة يكون من أهل الجنة أحيانا واحد يقول زي أنني شيعي ولا ما راح يشفعوا لي أنت لك ضمان أنه عندما تموت تموت شيعيا مؤمنا أحيانا الذنوب تسبب أن الإنسان يموت كافرا الآية الشريفة تقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون في الرواية المعروفة أنه كان واحد في بني إسرائيل عابد برصيصة العابد العبادة بدون علم كثير من الأحيان ما تفيد العبادة لازم تكون مع علم فهذا برصيصية كان عابدا زيان لأنه عابد في صومعة الناس يتصوروا مستجابة دعوة أكو بنت جميلة لكنها مجنونة أهلها جابوها يم هذا العابد في صومعته حتى يدعو الله سبحانه وتعالى بشفائها من الجنون زيان خلوها بالصومعة وراحوا طبعا بين قوسين هذا من المحرمات في الشريعة الخلوة بالأجنبية إذا في بيت أكو رجل وامرأة مو محارم مو أبو بنته أخو أخته مثلا زوج وزوجته مو محارم أجنبيان ابن عام بتعم واحد هو والزوجة أخوه مثلا في بيت واحد الباب مغلق يبقون حرام ميجوز الخلوة بالأجنبية حرام لأن في الحديث ثالثهم الشيطان لذلك واحد منهم لازم يطلع من البيت أو باب البيت يكون مفتوح حتى إذا واحدهم دفعة غفلة يريد يدخل يقدر يدخل فتركو هاي البنية الجميلة المجنونة عنده هو داي يصلي الشيطان إجا وسوس له وسوس وسوس وقع في الحرام بعدين بعد ما انتهى يقول شنو المثل ذهبت السكرة السكرة وجاءت الفكرة أو بالحديث الشريف ما أقبح بالمر أو ما أقبح بالذة تنتهي وتبقى تبعاتها اللذة دقائق محدودة بعدين شوفت عمر ندام وفي الآخرة عذاب أليم زين هسه شي يسوي ذول جايبين هاي البنية حتى يدعو الله أن تشفى وإذا به يرتكب الفاحشة معها منا الشيطان هم يجي بعد لأن الشيطان عندما يجر الإنسان تدريجيا يجر الذنب يجر إلى الذنب الذنب الأول إذا الثاني الثاني إلى الثالث الثالث إلى الرابع الشيطان وسوس إلى أن يقتلها تقتلها وبعض إذا أجوا وينها ماتر طلعت بره أنا إذا أصلي ويطلعت بره فقتلها ودفنها الصبح يوم الثاني أهلها يجوا حتى يشوفون شنو صار ابنية ما هي وينها ماتر هي هنا كانت طلعت راحت ذول شكوا من حالات كذا لأنه المثل يقول يكاد المريب يقول خذوني إنسان لما يكذب الكذب يتبين في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين ما أضمر مرؤ شيئا إلا ظهر في صفحات وجهه وفلتات لسانه ارتاب وشك ومنا شاف وشاف ومكان وشوي تراب كأنه حافري جديد حفروا هناك شاف جثة الابنية اشتكوا عند الحاكم زين فتم اعتقاله وحكم عليه بالإعدام بجريمتين جريمة القتل وجريمة الزنا زين علقه في لحظات الاحتضار تمثل الشيطان هو قال للشيطان أنت خدعتني قشمرتني وقعت في هذا الموقف تعال نجيني قال لا اكو شرط الشرط شنو هو ان تسجد لي انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ألم اعهد اليكم يا بني آدم اللا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين لطيعوا قال لزين أنا معلق شلون اسجد لك قال بالإيماء بالإشارة وحنا عندنا مسألة إذا واحد ما يقدر يركع يسجد مثلا ألم في ظهر كذا بالإشارة يكون ركوع أو سجود الأعمال بالنيات أنت بالإشارة اسجد لي فسجد فسجد بالإشارة للشيطان بتحريك عين وحواجب وكفر بالله سبحانه وتعالى فجاءه ملك الموت وقبض روحه هذا إنسان قضى عمره بالعبادة لكن أخير حياته مات كافرا قاتلا زانيا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزون أنت تقول أنا أحب أهل البيت لكن يمكن المعاصي تسبب أن الله يشوف هذا القلب مقابل لأن يكون محل أهل البيت عليه الصلاة وإسلام يسلب مننا حب أهل البيت هذا زيادة ابن أبيه لعنة الله تعالى عليه كان يعتبر من شعة أمير المؤمنين عليه السلام وكان والي من قبل أمير المؤمنين على فارس هاي جنوب إيران زياد كان والي عليها من قبل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وصارت فتنة بالبصرة ما واحد قدر يحل هاي الفتنة إلا زيادة من أبيه أمير المؤمنين دزل الرسالة أنه تعال أن هاي الفتنة خمدها في البصرة صايرة فتنة هذا الرجل كان عنده مشكلة يعني يشعر بنقص لأن أبو يعني زوج أمة كان عبد رومي لذا لذا هو بالأساس يسموه زياد ابن عبيد عبيد كان عابد رومي في الطائف لبني ثقيف زيادة لأنساب عند العرب جدا مهمة بس ذاك الزمان هوايا أكثر كان أهمية إسلام إجي ألغى هالأمور إن أكرمكم عند الله أتقاكم لكن لا زال الناس عندهم مهمة مسألة الأنساب وذاك الزمان في زمان الجاهلية جدا مهم كان زيادة هذا أبو عبد رومي شنو قيمته عند الناس هاي نقطة الضعف عنده يشعر بنقص على كل حال فمعاوية أراضي استهوي لأن أجلكم الله أمهم كانت ساقطة فمن الذين فجروا بها كان أبو سفيان فإجي قال ركتب رسالة أنه أنت راح أن ألحقك بنسبنا وذاك الزمان بني أمي عند العرب لهم اسم وإلهم كذلك تشوفون الآن بني أمي ساقطين عندنا وعند العرب لا ذاك الزمان لهم يعني اسم نسبهم مع نسب الرسول صلى الله عليه وآله في الظاهر قريب محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف معاوية ابن صخر يعني أبو سفيان ابن حرب ابن أمي ابن عبد مناف بالظاهر أبناء عمومة يعني نسب رفيع ليش لأنه فد مرة أبو سفيان فجر بأمه مثلا فبهذه الطريقة استفاد من هاي نقطة الضعف عنده فألحقه بنسبه وجاب وفد واحد يشهد خمار أنه هذا من نطفة ابو سفيان وبعدين عند المسلمين صار أنه هذا زياد ابن عبيد كان بعدين سموه زياد ابن أبي سفيان المسلمين قالوا يقولون زياد أبوه وصارت سب علي بعدين سين هذا الإنسان كان من شيعة أمير المؤمنين والي من قبل أمير المؤمنين على فارس في بعض الأمور أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام كان يرسله لحل بعض المشاكل بس الشيطان نفذ من نقطة ضعف عنده اللي هي النقطة النسبية طبعا هو أصل خربان شان من الأساس يعني لكن من هذه النقطة الشيطان نفذ فالتحق بمعاوية ولما الالتحق بمعاوية كان أشد الناس على الشيعة لأنه يعرف الزوايا ويعرف من الشيعة الحقيقي لأنه منهم شان بعد وياهم زيان يعرف الأسرار ويعرف الأمور فأجى بلاء على الشيعة من قبل هذا الإنسان اللي ما إلى مثيل من ذلك البلاء مثل واحد أفرض مثلا من عشيرة ويعرف كل التفاصيل يروح يلتحق بالمخابرات فإذا التحق بالمخابرات التفاصيل يعرف ويأذيهم أكثر من الغريب ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أنكذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزون زيان أنت تقول أنا أحب أمير المؤمنين وترتكب المعاصي يعني ذاك البعيد أنت ضامن أن الله يشوف أنت قابل لأن قلبك يكون محل لحب أمير المؤمنين لو يسلب هذا الحب منك بعض المعاصي تسبب غضب الله سبحانه وتعالى قبل ما الإنسان يموت ينحرف فيموت كافرا منافقا مبغضا لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذا الشيء الشيء الآخر لا هذا الإنسان استمر في حبه لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام إلى أن مات أكو بالحديث الشريف أن الله سبحانه وتعالى أحيانا يشوف إنسان مؤمن ارتكب معصية ما يريد يعاقب في الآخرة يعاقب بالدنيا يضيق عليه في الدنيا أشهد تضيق هو ما يدري من وين جايت هاي التضيق هذا التضيق كثير من الأحيان يكون عقوبة من الله يريد يصفيه قبل ما يأخذ يصفيه وهو في مصائب ما يدري ليش هاي المصائب قصوتي لأنه ارتكب بعض الذنوب بعض الأحيان الإنسان هم ينسى نسوه وأحصاه الله الذي أحصى كل شيء إحنا شنو سوينا قبل سنة سنتين تلس سنوات عشر سنوات ناسي كله لكن الله سبحانه وتعالى أحصاه في الآية الشريفة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرح ويقول يا ربي شنوها المصيبة وشنوها المشكلة وشنوها العذاب وشنوها البلاء وشنوها الكذا ما يدري أنه هاي عقوبة بس هاي العقوبة من رحمة الله عليه ما يريد يأخر للقيامة وأحيانا في سكرات الموت الله يشدد علي حتى يصفي وأحيانا شوي الذنوب كثيرة في البرزخ أكو في حديث شريف الإمام الصادق أو الإمام الباقر يقول البرزخ عليك أنت لازم تقضي البرزخ بأعمالك إحنا يوم القيامة نشفع لكم زيان هذا بالبرزخ كم سنة ألف ألفين مليون مليار سنة ما ندري ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون هو وعمله فإن خيرا فخير وإن شرا فشار تنقى القصة يقول واحد كان من المؤمنين أو امرأة امرأة كانت من المؤمنين صالحة ماتت فواحد من أقربائها بعد فترة شافها في الرؤية شافها في قصر فيهما لذ وطاب من الأطعمة والأشربة والنعيم فيها الأثناء شاف حشرة نحلة مثلا اجات بطرف هذه المرأة فانخطف لونها فأخرجت لسانها وتلك النحلة دغتها في نسانها فتنغص عليها العيش لا عاديا هاي اللي إذا تشوف في الرؤية شافت هاي المرأة الصالحة شوية شوية رجعت إلى حالتها الطبيعية قلت لها شن المشكلة أنت في هاي الحالة قالت آني كل أعمالي زينة صلاتي صومي حجي كذا 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 بس عندي سيئة واحدة السيئة الواحدة أنه بنت أنا خطبتها الأبني فهي رفضت ومواجب تقبل رفضت فأني انقهرت منها فبثيت الدعاية عليها عنا هذي بنت كذا وكذا وكذا فانتشرت الدعاية الخطابة بعد ما يرغبون في الزواج منها خلص بعد ما حد يخطبها أنت لو سمعت أن البنت الفلانية عليها كلام رح تخطبها إلى ابنك لا حتى لو الكلام كذب تقول صحيح عدري الكلام كذب بس الناس يحشون أنا عندي دعوة أنه أجيب مثلا ابنية ببيتي الناس تحشي عليها حتى لو الكلام كذب زين فاني حشيت عليه كلام انتشر بين الناس رغبوا عن الزواج بها فهاي باقية بالبيت وبين فترة وأخرى تتذكر وتتأوه من حظها السيء فكلما تأوهت تأوه يصير بشكل هذا الحيوان هذه الحشرة وتجي هنا وتلدغني باللسان لأن الله سبحانه وتعالى من العقوبات أي عضو ارتكب أي ذنب يكون العقاب ذلك العضو شوي تجسد الأعمال يصير وبنفس الكيفية إذا واحد متكبر في الدنيا في الحديث يحشر كنملة في يوم القيامة مثل نملة والناس يدوسون عليه لأنه كان يريد يتكبر بالدنيا الله يزغر بالآخرة إذا واحد بلسانه أذنب الله سبحانه وتعالى يعاقب لسانه إذا مرأة سافرة الله سبحانه وتعالى بشعرها يعاقبها وهكذا في حديث الرسول تمثل له فرأى نساء معلقات في جهنم من شعورهن ليش لأنها وكانت سافرة مثلا بعدها هذه العجوزة قلت لها خلصيني منها هذه المشكلة ستبقى هذه استيقظت وراحت ورضت البنت وسعت وزوجتها القضية انتهت يعني أنت في البرزخ بأعمالك إذا عملك موزيا هل تقضي بعدين بالآخرة الآخرة خمسين ألف سنة مو من اليوم الأول الشفاعة تشمل الإنسان اللي موالي لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام أحيانا الشفاعة تكون في أخير مرحلة هذا آلاف السنين حابسي وهو معذب في المحشر إلى أن يوصل الدور إلى بعدين تنال الشفاعة السنوات الطوال هو في عذاب لذنوبه وبعضين بعض الناس لا يستاهلون الشفاعة إلا بعدين يدخلوا في نار جهنم هناك في الحديث إن من شيعتنا من لا تنال شفاعتنا إلا بعد أن يمضي في جهنم أحقابا مول آية تقول ولا بثين فيها أحقابا وكل حقبة ثمانون عاما لا يدرى من سني الدنيا أو سني الآخرة سنوات الدنيا والآخرة كفر في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة هذا يقضي في جهنم أحقاب كل حقبة ثمانين سنة وثمانين سنة من سنوات الدنيا والآخرة الله أعلم وبعدين تنال الشفاعة في نهاية المطاف إذا واحد مات مواليا لأهل البيت راح تنال الشفاعة بس شوقت زي لذا على الإنسان أن يتأسى برسول الله بالأئمة المعاصي يتمكن الإنسان من التغلب عليها إلا إذا يكون ضعيف النفس يتغلب على المعاصي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في صفات المتقين يقول صبروا أياما قليلة عقبتها راحة طويلة أيام قليلة راحة إلى ما لا نهاية فليتأس متأس بنبيه وإلا فلا يأمن هلا كنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم وأن يوفقنا وإياكم لطاعاته وتركب عاصيه أنه سميع مجيب وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات أحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر